مساء الخير وطن تحت المقصلة رؤوس عسكره على حد السيف ولا تكلف الإرهابيين أكثر من رصاصة شهيد الخامس هو علي البزال يترك دموعا كالأنهار على خد أمه ومثلها مختبئة بين عيون صغيرته التي تدخر للآت من الزمن والإرهاب لا يأسر العسكريين وقوى الأمن السبع والعشرين وحسب إنما يخطف بلدا بحكومته وعسكريه بسيادته بسجونه وسجنائه بقضائه وقراراته بخلية أزمته وأركانها المترامي الأطراف علي السيد محمد حمي عباس مدلج علي البزال وعلي قاسم علي فأي عين ستدمع بعد وماذا ننتظر لنضع نقطة على آخر الخطف فالإجرام لا يعرف لغة الحوار ومن تجري تصفيته من عسكريين لبنانيين على أيدي النصر أو داعش هم نقطة في بحر دماء يسيل من العراق إلى سوريا على أيدي هذه الجماعات التي لن ترأف بحسرة أم ولا بصرخة طفل وليس في حساباتها سوى ارتفاع منسوب القتل في سجلاتها الحمر تضع شروطا مستحيلة وتفرض على الدولة اللبنانية إطلاق صراح مجموعة السيارات المفخخة تعرفها والحزن والخسارة والألم أصبحنا عملة رخيصة لدى إرهاب يحاربنا بأغلى الناس ويضع رقابهم على مرمى الموت وأمامه تقف خلية الأزمة بلا طائل وهي اجتمعت اليوم في دارة الرئيس تمام سلام وأعلنت أنها اتخذت القرارات المناسبة في إطار مسؤوليتها عن هذا الملف لكن لا أهل العسكريين ولا كرامة العسكر ولا سيادة الوطن باتت تقبل بقرارات تدن عن الحسم بقليل الخلية عدت الرقيب في قوى الأمن علي البزال شهيدا لكل الوطن وتلك عبارة لا جدال فيها بعدما رقي علي إلى رتبة الشهادة لكن لدماء علي الثالث وصرخة محمد الأخيرة ولشهادة عباس بات واجبا على الدولة أن تجنح إلى قرارات غير تعبيرية في النص وخيارات تترك فيها الحسم للجيش وحده لن يكون مطلوبا منها اتباع نهج الرد بالمثل ولا الإقدام على تنفيذ رغبات الشارع في إعدام ما لديها من موقفين لأن تلك مسؤولية القضاء وأهل القانون والحكومات لا تتعامل بردود فعل لكن للدول حق الدفاع وهذه حرب أعلنتها النصر وداعش وجب فيها استخدام القوة لتحرير الرهائن بأي ثمن ومن يقتل اليوم رميا بالرصاص أو على حد السكين أشرف له الموت في أثناء سعيه للحرية تلك حرب فردت على الجيش ولم يخترها وأولى الخطوات تبدأ من الرأس من طاقية الإخفاء من شيخ ضرب على صدره وقال في لحظة خطف إن العسكر في بيتي أبو قتاد اقتاد واحتجز وسلم جيشه وقواه الأمنية إلى الإرهاب ووقف حارسا على الباب من حظيرته تمنح تأشيرات الدخول للقاء الأحبة ومن بيته جسر العبور